سأشتري لحمة مفرومة ارجع على طول اعمل وصفة السجوء السريع ده حاجة سهلة ومضمونة وبتسهل علي وقفتي في المطبخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هعمل معاكم النهاردة وصفة بحبها جداً ولازم عملها كل شهر كده واجهزها عملت معاكم وصفات كتير زي كده ولكن من كتر ما بحب الوصفات دي بحب دايماً أشارك كل حاجة جديدة معاكم هستعمل النهاردة نص كيلو من لحم المفروم علي فصين من الطوم ونص حبة من الفلفل الأحمر بالنسبة بقى للبهارات ملح وفلفل البصل البودر حوالي نص معلقة كبيرة ربع معلقة صغيرة من السبع بهارات وهي معلقة كبيرة ونص من البابريكا نقدر كمان نستعمل شطة أنا عندي هنا نوعين من البابريكا فبرضو حباً لنا ايه أحطهم في الوصفة النهاردة وعندي كمان نص معلقة صغيرة من الباكين بودر اللي هتساعد جداً على التماسك وهنشوف دلوقتي نحطها على طول على الطبقة بتاع البهارات ونجيب اي كبة او محدرة طعام صغيرة احط فيها فصين الطوم ونص حبة من الفلفل الأحمر ونبتدي نخلط من غير ما نضيف اي حاجة يعني ما نضيفش مية ولا زيوت ولا اي حاجة الفلفل الأحمر بديها طعم ولون وحاجة في منتهى الجميل بصوا كده بعد ما اتخلط هو ده الخليط اللي انا عايزاه الريحة من دلوقتي كأن بعمل بتنجان مخلل بتاعلوا نحطهم بقى في طبق لو في حد بيت عم من الطوم يقدر يشيل وما فيش مشاكل ممكن نحط طوم بودر بدل الطوم الفرش لو احنا حابين حطيت البهارات والبيكن بودر على الخليط اللي احنا خلطناه ونبتدي نقلب وبعدين بقى روح اجيب اللحمة المفرومة من التلاجة تسا جايبها وفرش عشان كده اقدر بقى اللي انا ايه اا افرزها بعد كده بسهولة طيب انا برضو مش عارفة قدقيت على الموزنها مع بعض اهي 500 جرام يعني تقريبا نص كيلو زي ما قلتلكم تعالوا نحطها طيب احنا عايزين بقى ندعك كويس جدا وعلشان ايدي هتبقى غريبة لو انا يعني ملبسش جلافز ولا حاجة الموضوع هيبقى صعب جدا والريحة كمان هتثبت في ايديا فمهم جدا في وصفات زي كده حطي على ايديكي اي جواندي او حاجة علشان تعرفي تدعكي بسهولة لان الوصفات دي من الحاجات اللي بتبقى عارفين يعني صعب اللي احنا نقعد ندعك بادينا يعني الموضوع بيكون لأ يعني احسن حاجة ان احنا نلبس جواندي واحنا بندعك كويس الاحمر هوريكوا شكل الجواندي يعني بقى عامل ازاي طبعا يعني لون طبيعي من الفلفل الاحمر والبابريكا وكامين بغض النظر عن اللون الريحة بتبقى بصو شكل الجواندي يبقى عامل ازاي فالحمدلله لان انا لابس جواندي مجرد لان هقلعه كده خلاص مش هحتاجه انا كده خلاص عجنت كويس ونشوف بقى التشكيل هيبقى ازاي عندنا كده فكرة لو عندي ورق استريتش ينفع ولو عندي كياس تلاجب ينفع الموجود عندي استعمله عايزة كده ناخد حتة كده من الورق استريتش ده وده استريتش غذائي بيتباع في اي اماكن بيتبيع الاكياس او في السوبر ماركت موجود في كل مكان بس نتأكد ان هو استريتش غذائي يعني لان في استريتش زي كده بيستعمله بقى للتغليف يعني ما جيت من سافرة اشتريت منه علشان اغلب بيش شنط يعني في حاجات اا مش للأكل يعني فاحنا نتأكد لما نيجي نشتري ان هو مكتوب عليه استريتش غذائي مش عارفة ممكن يكون لي اسم تاني ولا ايه لو تعرفوا اكتبوه تحت في التعليقات انا صراحة مش مجمعة دلوقتي طيب بصوا بعمل ايه بعملوا كده شكل رول كده جميل جدا عايزين نرفعه عن كده نقدر عايزين نطوله عن كده نقدر اللي احنا عايزينه نعمله يعني الوصفة سهلة وبسيطة وفيها يعني ايه اللي احنا عايزينه نعمله من الاخر يعني بصوا كده ادي دي واحدة الكمية النص كيلو دي تقريبا بتطلع لي سبعة تمانية كده حاجة زي كده وطبعا انا بعمل الكمية دي انا بعمل اكتر من كده بس دايما بحب اللي انا اشارك معاكو كميات صغيرة عشان برضو الموضوع يكون سهل وسريع لكن لما بيكون عندنا حاجة زي كده في الفريزر ممكن تقعد معانا طول الشهر نقطع ونعمل منه ونحط على كل حاجة مش قادر اقول لكم قدي ايه مفيد لما يكون عندنا يعني ما عندناش اكل او ما عندناش افكار مع شوية اي حاجة بينفع يعني عندنا شوية بطاطا شوية رز شوية بيتزا على سلطة سندويتش يعني كل حاجة على البيض كمان بيكون زريف جدا جدا بيبقى يعني بديل للبسترما يعني وممكن نحط فيه حلبة كمان نشتري حلبة مطحونة من عند العطار ونحطها فيه لو احنا عايزين نعمل حاجة فيها نكهة البسترما هيبقى قريب جدا منها اعمل معاكوا بقى واحدة كمان وبعدين ايه اكمل بقى انا ووريكوا الشكل النهائي هيكون عامل ازاي بنفس الفكرة نحط في ورق الستريتش وايه ونحاول احنا اللف كده نطلع منه الهواء وايه او طلع معايا تقريبا سبعة طيب تعالوا بقى نحطوهم في الفريزر وقت ما نكون عايزين نطلعهم طيب لو انا يا سلو عايز اعملهم في نفس اليوم يبقى يعني سيبهم بس يتجمدوا اربع خمس ساعات كده عشان بس ايه تعرفي تقطعيهم ده كده تقريبا بعد اربع ساعات ملحقوش يجمدوا قويه ولكن انا قلت برده ورهم لكم بصوا بقى كده طيب بالفرد احنا يا سلو عملناهم عايزين بقى نسويهم هنعمل ايه عندكم كذا خيار ممكن تسيبوهم زي ما هم من قلمة تقطعوهم ويتبتتشوحوهم او تقطعوهم كده تعالوا بقى نشوف لو احنا قطعناهم انا هقطع بس صبعين او ريكو ازاي بيستوي يعني وبعدين الباقي هشيلوا على الفريزر وقت ما اكون عايزة هتلعوا طيب تعالوا عشان نسويه هنحتاج اي طاصة تكون فضية مش هنحط اي دهون طبعا اللحمة كان فيها دهون اصلا يعني اللحمة مش حمرة مية في المية وصراحة بيديها طعام لزيزي يعني اللحمة الحمرة قوي 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 زي بتبقى يعني مش مش الازة حاجة خليها بس تكون شوية فيها دهون طبعية ونبتدي اه نشوح اللحمة على نار عالية السجوء السريع بدون مصران ودي التوابل بقى بالزبط قد ايه لان برضو بتفرق ما نزودش قوي من البهارات علشان برضو ايه ايه تكون حلوة يعني ايه بصوا كده بشوح مبيخدش وقت على النور وخصوصا لو ما نلحقش يتلج يعني احنا وهو متلج على طول بنقطعه نقدر بقى نحط فلفل الوان بازل اللي احنا عايزين وعايزين نقدمه مع اي حاجة الريحة تجنن حرفيا الريحة في منتهى الجمال ما تفرقهوش ابدا عن السجوء العادي وحاجة سهلة وسريعة وايه وانا عارف ان احنا كلنا محتاجين حاجة سهلة وسريعة مفيش وقت للحاجات اللي هي بقى ايه اللي هي الاصلية دي يعني دي تقريبا ممكن تبقى اكلت كل يوم عادي يعني اللي هو كل يوم عندي حاجة زي كده بحطها على اي حاجة غير بقى يعني السجوء الاصلي اللي هو بالمصران تقعد تحشي فيه وعايز وقت ومجهود وصراحة يعني 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 حاسة يعني مش كلنا نقدر نعمل الكلام ده كل يوم ولكن وصفات سريعة زي كده دي تقدر تكون معاكي وصفة كل يوم اتمنى ان شاء الله وصفة تناسب قنافي جاء على البراء توفات بهذاikit وصفتات في الوناس